آخر ما كان يتوقعه سكان هذا المشروع السكني في بلدة كفرزينة في قضاء صغرته أن ينشئ صاحبه معملاً لتصنيع الأجبان والألبان في أساسات المبنى على الرغم من كل ما يستدبع ذلك من تلوث بيئي وسمعي بعدما وردتنا شكاوى من سكان المشروع توجهنا شمالاً للوقوف على حقيقة الشكوى سألنا عن صاحب المعمل فقابلنا أحد الموظفين الكبار في الشركة الذي أكد أن عملها قانوني 100% متسلحاً بشهادة الإذاعة التجارية الخاصة بالشركة التي تبين أنها متعددة المهمات يعني هي الشركة بتوعنا بالأجبان والألبان والتأجير السيارات والأكسسوار يعني فيك هون تكون فاتح جاراج لا لا وينو إذن أنك تبني معمل هون؟ يعني إذن الإذاعة التجارية الشركية هي متعددة المهام عنا شركة تجير عندي كل شيء هلا بجيبك هون وشوفكي هون أريد إذن أنك تبني معمل تحت حبيبتي هون مركز الشركة مركز الشركة بش مركز المعمل يلي تابع للشركة تشير المعلومات إلى وجود نحو 80% من معامل الأجبان والألبان غير المرخصة في لبنان طرحنا الموضوع على أحد المختصين في وزارة الصحة فأكد لنا أن إنشاء معمل كهذا يحتم على صاحبه الحصول على إذن من وزارة الزراعة بعد أن تجري كشفاً كل من وزارة الصحة والصناعة والبيئة والزراعة لإثبات أنه يخضع للمعايير العالمية التي تنص مقدمتها على أن يكون المعمل في مكان بعيد من مصادر التلوث إلا أن الموظفة في الشركة لم يبرز لنا أي إذن من أي من الوزارات المذكورة القصة لم تنتهي هنا إذ يتبين أن مجرى النهر الملاصق للبناء غطي بطبقة حديثة من الإسمنت لا يوجد نهر هنا، مجرم، ماء، شتي لأنه في البعض قال أنه عملتوا هذا الشيء مع البلدية البلدية، البلدية، البلدية يعني هكذا أردت البلدية تعطيكم كادوة تمدلكم الطريق شوية والسعب لمن نحن قررنا نفتح المعمل هنا وهيكي وقالنا لأنه كذا هذا بيضر علينا وعلى الوحد وهم عملنا هذا المشروع أنا أو شي بيأمن الدولة، أنا بحقي لا أنا هون أنا عمتك أبي أمريك، بس أنا عمتك سوئيل عمت الدولة، ما فيك توان تشتغل هون أنا متقاعد خلص، خلصوا التحقي بس عندي خبره يشكو سكان المشروع رائحة كريهة بدأت تفوح منذ افتتاح المعمل فيما ينفي في نيانوس أي علاقة بذلك مشيرا إلى أن أنبوب الصرف الصحي التابع للمباني السكنية انكسر قبل أيام فأصلحه على نفقته لكن معلومات أدل بها أحد السكان أشارت إلى أن المعمل يعمد إلى تصريف عصارة الألبان الساخنة في الأنابيب التي لم تصنع في الأصل لتتحمل الحرارة المرتفعة حاولنا بطرق عدة إقناع المشتكين بالظهور أمام الكاميرا إلا أن خوفهم من رد فعل صاحب المعمل الذي يتوقعون يكون عدوانيا منعهم لذلك نضع هذا الإخبار وسلامة سكان المشروع في عهدة الوزارات المعنية للتحقق من كل ما سبق ذكره واتخاذ الإجراءات اللازمة جوالي الحج موسى قناة الجديد